تمر علينا هذه الليلة الذكرى الخامسة لنكبة اليمن الكبرى نكبة سقوط الدولة اليمنية والجمهورية اليمنية والتضحيات اليمنية والمكتسبات الوطنية بيد المشروع الإمام البغيض ذلك اليوم الأسود الذي لن يمحو عاره الدهر اليوم الذي ينبغي أن يلبس له اليمنيون السواد وأن يلعنوا فيه تلك الأرواح التي سلمت جمهوريتهم وكرامتهم لأسوأ مشروع سياسي على وجه الأرض وأهم من ذلك أن يكفوا مع هذه النكبة وكفة تأمل وتدبر لاستخلاص عبرها ودلالاتها فالهزائم والخسارات تعطي من الدروس المفيدة ما تعطيه الانتصارات أو ما لا تعطيه الانتصارات وفي هذا السياق سيكون مجمل حديثنا لهذه الليلة كونوا معنا لو حبينا نلخص في كلمة واحدة ما حدث في نكبة 21 سبتمبر عام 2014 ستكون هذه الكلمة هي الانتقام 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 هو خلاصة ما حدث في تلك اللحظة انتقام كل الأطراف من كل الأطراف على حساب اليمن انتقام علي صالح ونظامه من ثورة فبراير والقوى المؤيدة لها انتقام الإمامة من سبتمبر والجمهورية والقوى الحامية لها انتقام اليسار اليمني من الإسلاميين والهضباويين الغسطسيين انتقام السعودية من ثورتي سبتمبر وفبراير والوحدة اليمنية انتقام الإمارات من الإخوان والربيع اليمني الذي ألغى اتفاقية موانئ دبي وهدد طموحات محمد بن زايد التوسعية انتقام الأمريكان من الشعوب التي تجرأت وخرجت على النص وكواعد المصلحة الأمريكية عندما أطاحت بوكلائها المحليين انتقام القبائل اليمنية من مشائخها الذين تعمدوا تجهيلها وإهمالها لعقود لكي يظل أبناؤها حراسا لمصالحهم وهو أيضا انتقام التاريخ من الجغرافيا أظن أن ما حدث في تلك اللحظة من التاريخ كان أوسع وأشرس عملية انتقام حدثت في تاريخ العرب الحديث أنا شخصيا لا أعرف حالة اجتمع فيها هذا الكم من عمليات الانتقام كما حدث في الحالة اليمنية وهذا بالمناسبة له سبب عميق وتاريخي في نظري هو فشل اليمنيين منذ مئات السنين في بناء مشروعهم الوطني وجود الحد الأدنى من المشروع الوطني كان كفيلا بتخفيف كلفة التحول في أي مرحلة بحيث لا يصل الانهيار إلى حد التفريض بالدولة والجمهورية والوحدة كل الدول والمجتمعات مرشحت دائما لعمليات تحول سياسي واجتماعي وفقا لسنة التطور كتلك التي حدثت في 2011 سنة التطور تجري لكن عمليات التحول هذه بطبيعة الحال ترهق الدولة والمجتمع كما يحدث عند ولادة الكائن الحي والأنثة التي تلد إما أنه صحتها جيدة تحتمل آلام المخاض وإما أنها ضعيفة قد لا تحتمل وقد تلقى حتفها وللأسف البلدان مثل النساء في الولادة في لحظات التحول للأسف اليمن لم تحتمل مخاض ولادة المجتمع الجديد والدولة الجديدة التي أرادها الشعب في 2011 لماذا لم تحتمل؟ لأن اليمن كانت من 40 سنة تنزف من الداخل قبل الولادة كان في نزيف قبل الولادة لـ 40 سنة على الأقل في الفترة الجمهورية فما بلق بما قبل الجمهورية النظام السابق الذي حكم كرابة أربعة عقود أضعف بنيانها وهدم أركانها وجعلها عرضة للانكسار مع أول هزة لكن السؤال ما هو سبب غياب المشروع الوطني الجامع لليمنيين يا ترى؟ طبعا الجواب لن يكون سهلا بالطبع لأنه العوامل التي نتوقعها كثيرا ومتشعب مشروع وطني يعني مشروع يضم كل اليمنيين عنوانه الأساس هو اليمن وقضيته الأساسية هي اليمن وتنمية اليمن فما هو الأسباب والعوامل التي تكون عديدة والمتوقع يعني كثيرا لكن تحديد بعض الأهداف ليس مستحيلا أيضا مهما كان عدد الإجابات على هذا السؤال لابد أن يكون من بينها إجابة تتعلق بالمشروع السلالي في اليمن المشروع السلالي في اليمن كان مانعا أساسيا من موانع بناء المشروع الوطني اليمن كان دائما أشبه بمانع الحمل عند النساء لقد حرصت الأقلية السلالية في اليمن دائما على أمرين الأول إضعاف الرابطة القومية بين اليمنيين إضعاف الشخصية اليمنية بالتوازي مع إحياء المذهب الذي هو مثابة فقاسة المشروع السلالي كانوا يحاولوا إحياء المذهب على حساب الذات اليمنية والشخصية اليمنية حرص الإماميون السلاليون دائما على أن ينسى اليمني شخصيته وذاته اليمنية التاريخية وأن يفكر فقط في كونه زيديا شيعيا لآل البيت لآل البيت السلطة والأمر الثاني الذي حرص عليه الإماميون هو وهم في أجهزة الدولة أيما كانوا في أجهزة الدولة في الجمهورية حرصوا على إضعاف النظام الجمهوري من داخله بحيث يصبح آيلا للسقوط عند أول محاولة لعودة مشروعه يعني على سبيل المثال كانوا ماسكين إلى حد كبير مجال القضاء سمعة القضاء في اليمن كانت في أسوأ حالاتها لا عدالة المواطن لا يشعر بأنه يستطيع أن يحصل على حقه ولا أن يحمي نفسه أبدا كان هناك سيطرة شبه كاملة من قبل اللوبي السلالي داخل القضاء الجمهوري ولذلك سمعة القضاء الجمهوري كانت في الحظير وحرصوا أينما كانوا في كل المواقع على إضعاف فكرة النظام الجمهوري وهذا ما حدث بالفعل وقد عادوا في عام 2011 أو 2014 والطريق ممهدا لهم في قلوب كثير من اليمنين ما حدث في 2014 كان نكبة يمنية بكل البقاييس انهيار شامي انهار فيها كل شيء انهارت الدولة والجمهورية والوحدة والثورة والسيادة اليمنية والشخصية اليمنية وحتى القيم والأخلاق اليمنية شهدت السقوط الأخيري سقطت مع علي عبدالله صالح لذلك في نظري ينبغي أن يتوقف اليمنيون أمام هذا الحدث أكثر من أي حدث آخر أكثر حتى من وقوفهم عند ثورة سبتمبر العظيمة لأن الإنسان يستفيد من تأمل أسباب فشل أكثر من تأمل أسباب نجاحة وإذا كانت ثورة سبتمبر 1962 إذا كانت هذه الثورة هي أعظم حدث يمني بعد الإسلام فإن نكبة 2014 هي أسوأ حدث في تاريخهم وإذا لم يتوقفوا عند هذه النكبة بصدق وعق فإنهم لن يخرجوا من دوامة العذاب أبدا يعني يبدو أنه مسألة جين وراثي زمان كان أجدادهم يدعو أن يباعد بين أسفارهم عشاق للعذاب اليمنيون يبدو أنهم يحبون التعب صنن الله لا تحابي أحد من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها ولا يظلم ربك أحدا صحيح أن اليمن تعرضت لمؤامرة قذرة من دول الجوار بضوء أخضر أمريكي لكن الحقيقة هي أن المؤامرات الأجنبية أو أن المؤامرات الأجنبية لا تنجح إلا إذا وفرنا لها الشروط في الداخل إذا وفرنا لها شروط النجاح في الداخل وقد كانت شروط النجاح متوفرة بالفعل في 2014 وما قبلها ولا نريد أن نعيد الكلام عن دور النظام السابق في أضعاف اليمن وجعلها آيلا للسقوط لأني تحدثت في هذا طويلا ولأني أفضل هذه المرة أن أتحدث عن حالة محددة من عوامل الضعف التي خلقها ذلك النظام البائس هي حالة المواطن الدانك انتشر مصطلح الدانك في الفترة الأخيرة في الأوساط اليمنية ليشير إلى فئة من المواطنين اليمنيين الذين تحزبوا حول مشروع عفاش لا حول مشروع الوطن كان الوطن عندهم هو عفاش والقضية هي عفاش وكل العنوين هي عفاش هذه الفئة من الناس يتصف أصحابها بنقص حاد في الخيال ونقص حاد في الشعور بالمسؤولية الوطنية ونقص حاد في الشعور بالآخرين وآلام الناس ومتاعبهم ونقص في التفكير ولديهم كثافة في التفكير الشعبوي يقابل ذلك وغياب المشروع النظري وغياب الطموح على المستوى القومي الوطني كان الواحد منهم عديم الطموح يعني لا يفكر في القضايا القومية بشكل حقيقي ولا في القضايا الأممية كل اللي يفكر فيه هو مصالحها الذاتية وما يستطع أن يحصله من وراء الحزب الحاكم باختصار شديد أصحاب هذه الفئة كانوا من أرخص الفئات الاجتماعية ولفظ دانك هذا يعني يشير بالفعل إلى هذا المعنى إلى المواطن الرخيص المواطن الدانك هو المواطن الرخيص لأن الدانك في لغة التراث هو مكيال يساوي ثمان حبات شعير يعني مكيال صغير يعني متواضع فصارت كلمة دانك تشير إلى كل ما هو خفيف الوزن ورخيص وقد كانت هذه الفئة بالفعل يعني الفئة اليمنية هذه اللي بيتكلم عنها كانت فئة خفيفة خفيفة الوزن رخيصة في ميزان العلم في ميزان القيم في ميزان الأخلاك في ميزان الثقافة خفيفة الوزن لأنها كانت بلا مشروع نظري بلا خيال كما قلنا بلا إنجاز بلا منطق متسك عندهم مش منطقهم أحدهم مستعد لإنكار الشمس في كبد السماء حتى لا يسلم بمسؤولية نظام عفاش في سقوط اليمن مستعد يشكل بالمنطق ويسوي منه يعني يجيب التاسع مثل ما يقولوا في الجيش علشان ما يعترفش بالأشياء الظاهرة الواضحة المنطقية اللي ما فيش حولها خلاف يعني مستعد لارتكاب مذابح في حق المنطق لكي يبرئ نظامها السابق ويودين ثورة فبراير ويحملها مسؤولية الانهيار هذا المواطن الرخيص أحياناً قد يكون دكتور في الجامعة وكرشن منتفخة هذا المواطن الرخيص هو أحد أسباب النكبة التي تعيشها اليمن اليوم هذا المواطن الرخيص هو الذي وقف سداً أمام سكوط النظام السابق بسهولة كان ممكن يسكوط النظام وينتهي الأمر ويحصل تحول مثل التحول الموجود في تونس مثل التحول الموجود الهادئ اللي موجود حتى في السودان اللي موجود في الجزائر الأمور مشيت بهدوء لكنها وجود هذا المواطن الدانق جعل الأمور صعبة في اليمن لو لا هذه الفئة اللي كانت اليمن الآن في وضع كما قلت يشبه وضع تونس على الأقل تونس التي خاضت من عام 2011 إلى اليوم ثلاث انتخابات رئاسية ديمقراطية ناجحة لو لا هذا المواطن الدانق ما عادت الإمامة إلى صنعة لو لا هذا المواطن الدانق ما فتحوا سد يأجوج ومأجوج على اليمن يدخل فيه الأعراب الأوباش الحاكدون لتدميرها واستغلال ظروفها هذه الفئة من الدانق هي التي حملت مشروع الإمامة على ظهورها من صعدة إلى عمران إلى صنعة للانتكاب من الثورة والقوى المؤيدة لها هذه الفئة من الدانق هي التي فتحت الأبواب لزونات الأرض لكي يدخلوا إلى مخدع أمهم اليمن طبعاً كلامنا عن فئة الدوانق الاجتماعية ليس هدفه اللوم والعتاب فقد فات أوان هذا الكلام إنما هدفه هو كشف أسباب السقوط وكشف منطق السقوط لأنه يبدو أننا كل مرة سنكرر هذا السقوط يعني ما تعلمناش فئة الدانق هذه في المجتمع لها منطق خاص يتحدى منطق أرسط ونحن محتاجين نفهمه لديهم قدرة على تجاهل الحكائق بصورة مقززة تذكرك بالآية القرآنية عن كفار قريش بل هم قوم خصمون جماعة حق خصام ليس لديهم يعني ليس هدفهم معرفة الحق بل الانتصار على الخصم ولو بالباطل تجد أحدهم من فئة الأساتذة الجامعيين الذين لم يعرف لهم موقف في نقد الفساد أيام علي عبدالله الصالح كان الفساد ينخر كل شيء وكانت الدولة تتحلل والمجتمع يتحلل وكنا ذاهبين إلى سقوط مريع في نهايات المطار وكان لا تهتزلهم شعر ما كانش يهمهم ما دام كانوا يأكلون من سقط المواعد لكنه صاحب لسان حاد يقطر حقدا على ثورة فبراير وشبابها بمنطق متهافت يشبه ضميرها الفاسد تسألك كيف تفسر سقوط الدولة في 2014 يقول لك بسبب ثورتكم التي هيكلت الجيش منطق لا علاقة لو بالمنطق قلت لأحدهم إذا كانت الثورة هي التي هيكلت الجيش فمن الذي هيكل حزب المؤتمر الشعبي العام؟ حزبكم زعيمكم لم ينجح في بناء حتى في بناء حزبه لم ينجح في بناء أي شيء زعيمكم أسس بنيان هذه الدولة على فساد وتركها خرابا على خراب لو أن عفاش بنى شيئا لبنى حزبه أين حزبه اليوم؟ لقد أصبح البؤتمر أكثر الأحزاب تشضيا وتمزكا لأنه لم يكن حزبا بل مظلة لعصابة حاكمة لو أنه ترك حزبا قويا متماسكا لصدقنا أنه بنى دولة قوية متماسكة من يصدق أن كثيرا من أعضاء الحزب الجمهوري الأول اللي كان اسمه حزب المؤتمر أصبحوا يقاتلون في صف الملكية الإمامية الجمهوريون يقاتلون مع الملكية لا غرابة في ذلك عند العارفين ببواطن الأمور هذا لم يكن حزبا لأنه قطاعا من حزب صالح كان ملكيا في الأساس كان حاملا لمشروع صالح الملكي الملكية الاستبدادية تجري في دمه فلا غرابة إذا قاتل الحرس الجمهوري مع الإمامة الملكية لأن هذه الفئة من المواطنين الدنك لا تميز بين مشروع الوطن والمشاريع الصغيرة لا تفركش عندها ولهذا حرص علي صالح حرصت الإمامة من قبله على تكثير سواد فئة المواطن الدنك أو الرخيص كانوا يحاولوا يكثرواها في المجتمع لأنها مفيدة مثل البكترياء المفيدة لكن حتى نكون منصفين لا بد من القول أن جميع القوى السياسية اليمنية خانت الجمهورية بنسبة أو بأخرى بصورة واعية أو غير واعية هناك أحزاب صرفت وعي الناس إلى معارك وهمية بدلاً من معركة الحفاظ على الجمهورية ومعركة توطين الدموقراطية راحت تخترع لنا معركة تشغل الناس فيها معركة الشريعة والدستور وما شابه ذلك وعلي عبدالله الصالح يكوش على الدولة وعلى الجمهورية ويفرقها من مضامينها وهناك أحزاب صرفت معظم جهدها لهدم أحزاب أخرى والنكاية بها حتى لو أدى ذلك إلى إغراق سفينة الوطن برمتها والمؤسف أن فئة الحكماء والوعاظ في اليمن قد انخرطت في الصراع السياسي فاستهلكها وأحرك سمعتها وأفقدها القدرة على التأثير الأخلاكي في المجتمع خل المجتمع اليمني تقريبا طوال العشرين عاما الماضية أصبح خاليا من الشخصيات الحكيمة المقبولة في أوساط الناس لأن الشخصيات الحكيمة المؤثرة قد اصطفت مع هذا الحزب أو ذاك ودخلت محركة السمعة وهكذا خلت الساحة من الأصوات الحكيمة الواعظة التي تحافظ على البناء الأخلاكي للمجتمع بعد عشرين سنة من الصراع الحزبي وجدنا أن النظام الأخلاكي لليمنيين كان تمزك أو انهار إلى حد كبير لأنه لم يكن هناك من يرمم هذا البناء بل كان هناك نظام سياسي يهدم هذا البناء ويمزك النظام الأخلاكي تمزيقا مثل الضبع تحدثنا طويلا عن أسباب الانهيار ومسؤولية القوى المختلفة عنه ومن المناسب أيضا أن نتحدث عن مستقبل اليمن كما نراه في ظل المشهد الحالي الذي وصل فيه الجميع إلى طريق مسدود ولكي نفهم المستقبل ينبغي أن نفهم ما يدور في أذهان الفاعلين الأساسيين في المشهد والفاعلون الأساسيون في المشهد اليمني لحد الآن هم الحوثي في الداخل والتحالف في الخارج لأنه حتى الشرعية ليس لا استقلال في الفعل وقد أصبح معروفا كيف ينظر تحالف الغدر إلى الأزمة اليمنية بالنسبة لتحالف السعودية والإمارات فإن العدو رقم واحد هو التغيير والإخوان المسلمون الديمقراطية مشاريع الديمقراطية والتغيير هذا هو العدو رقم واحد لما نقول العدو رقم واحد معناه أن إيران بالنسبة لهم ليست العدو رقم واحد وإنما رقم اثنين وهذا هو ما يفسر تحمل السعودية للإهانات والاعتداءات الإيرانية المتكررة دون أن تحسم معركتها في اليمن هي ممكن ترد على إيران في اليمن لكنها لا تريد أن تخدم اليمن هي تريد أن بعدوها الأول هو الديمقراطية في اليمن وقد لاحظنا كيف أن السعودية بعد هجوم إيران قبل أيام على منشآتها النفطية فرحت تضرب ذهبت تكصف إيران في سوريا وكان المنطقة الطبيعية يقول أنه من الواضح واجب أن ترد على إيران في اليمن على الأكل إذا ما قدرت ترد على إيران في إيران ترد عليها في اليمن وليس في سوريا تقطع يد إيران في اليمن بدعم الجيش الوطني وتمكين من استعادة صنعة لكن السعودية فضلت ترك الحوثي بجانبها وهو الذي شارك فيه كصف المنشآت النفطية وراحت تضرب في سوريا فين ذنك يا جوحة لا هي عارفة فين ذنها لكن لماذا؟ لأنها ترى أن بقاء الحوثي في صالحها مهما كان لأنه عدو مفيد هو عدو لكنه عدو مفيد في حين أن الإصلاح أو الثورة والديمقراطية هؤلاء أعداء خطرون أعداء خطرون أخطر من الحوثي الحوثي عدو يمكن ترويضه وتقليم أظافرة علشان يبكى خطر على اليمن وحدها كما قلنا أما لو عادت الشرعية وانتصرت فهذا يعني انتصار فبراير وانتصار الجمهورية وانتصار الديمقراطية وهذه خطوط حمراء لدى السعودية والإمارات خلاص أصبح الناس يدركون هذه الحكائق بوضوح متزايد كل يوم ويبكى أن نفهم ما الذي يدور في ذهن الحوثي نفسك كقوة فاعلة على الأرض كيف ينظر إلى الصراع وإلى مخارجه الحوثي عندما دخل مركز الصراع في البداية لم يكن لديه ما يخسره لا دولة خايف عليها يخسرها ولا مقدرات ولا حتى بشر لأن البشر الذين يكاتلون في صف الحوثي خلقوا لكي يموتوا في سبيل سلالته هو يعتقد هكذا وإي يعني ما يموت مليون اثنين مليون كبيلي يعني ما هي الخسارة وأصلا الكبيلي هذا خلق الله علشان يموت في سبيل السلالة علشان السلالة هذه تعيش حياة مرفهة علشان أولادهم يأخذوا المنح في الخارج علشان أولادهم يتزوجوا أحلى البنات ويأخذوا أحلى المناصب ويعيشوا حياة مرفهة اليوم هم في حالة جهاد مع ربي جهادي اليوم يكذبوا على الكبيلي لكن بعدين لما تستكر الوضع خلاص الكبيلي هذا مات علشان ينبت من كبره وطن جميل للسلالة الطاهرة اليوم الحوثي لا يكاتل فقط من أجل استعادة الحق الإلهي اختلفت الأمر اليوم اختلف الأمر هو الآن ما بيكاتلش من أجل استعادة الدولة اللي فقدها في 62 أيضا هو اليوم بيكاتل من أجل لسلامة رأسه حماية رأسه ورأس آلاف الأسر السلالية التي ورطت نفسها معه في نكبة اليمن وإهانة اليمنيين اليوم خسارة الحوثي إذا انهزم عسكريا ستكون أكبر من خسارة أي طرف آخر هو يدرك جيدا مخاطر الخسارة ولذلك من الطبيعي أن يستميد في الدفاع عن نفسه ولديه أكثر من خطة لمواجهة الاحتمالات المختلفة ويعتقد أنه سينجو في نهاية المطاف هو يعتقد ذلك أنه سينجو وسيحصل على إحدى الحسنيين إما الكعكة اليمنية كاملة أو جزء منها الحوثي بيفكر أحيانا بأبعد من ذلك يحدث نفسه بما هو أكبر من الكعكة اليمنية يفكر في جزيرة عربية كاملة تسقط تحت سكاكين إيران ويحصل على جزء منها ويتم تكسيم هذه الجزيرة على ممالك الهاشميين المتلاهفين حاليا لسقوط الثور السعودي هذا هو الرهان الأكبر سقوط الثور السعودي الكبير هو الجائزة الكبرى بالنسبة لهم تعالوا نستمع إلى جزء من حديث الرئيس الإيراني وهو يتحدث مزهوا عن نفوذ إيران الدولي في المنطقة لذلك نشوف إلى أي شيء يستند السلاليون في المنطقة نشوف إلى جزء من حديث الرئيس الإيراني لا يستمع إلى جزء من حديث الرئيس الإيران ها ملت إيران شما رو تحمل میکنه؟ ملت إيران شما ميترسه؟ شما كي هستید كما شما بترسين؟ شما كي پهنید دو این منطقة عمجا لا أغلب نرفت دو جای دور دور وغلا ما پهنید خیلی حرفای خطرنا کمیزانید درک کونید حرفای کمیزانید درک يعتقد الحوثیون وشيعة المنطقة عموما أن السعودية قد تسقط قريبا تحت ضربات إيران وخذلان الأمريكان لها خاصة وأن كل عوامل السقوط قد أصبحت متوفرا لدى السعودية السعودية اليوم هي الدولة الوحيدة في العالم التي هدمت بيدها كل الأسوار التي تحمیها وتخلصت من كل أصدقائها وآمدت خصومها بكل عناصر النجاح عليها وآصبحت مكشوفة تماما بشكل غير مسبوك وهي في الأساس من الداخل دولة هشة لا تستطيع دخول حرب بمفردها لأن نقاط ضعفها قاتلة نقاط ضعفها قاتلة لديها عناصر قوة ونقاط قوة لكن نقاط ضعفها قاتلة ولذلك كانت دائما تحارب خصومها بالمال طوال الوقت السعودية دولة تركع إذا تعرضت لثلاث ضربات فقط ضربة في منشئاتها النفطية كما حدث قبل أيام وضربة في محطات تحلية المياه التي تزود الرياض وغيرها وضربة في المحطات الكهربائية إذا ضربت هذه الثلاث المنشئات أو المواكع ضربة يعني مركزة انتهت السعودية تركع وتستسلم مهما كان مالها ومهما كان سلاحها ومهما كان جيشها والنظام السعودي يدرك جيداً أن يد إيران يمكنها أن تصل بسهولة لهذه المناطق الحساسة القاتلة خاصة وأن هذه المنشئات موجودة في شرق السعودية بالقرب من إيران يعني مدينة باكيك هذا اللي ضربته قريباً من إيران ما تصلاش الصواريخ من اليمن صواريخ كروزة هذه اللي مدى 700 كيلو لا تصل من اليمن إلى باكيك هذه صواريخ جات من هناك من العراق أو من إيران ومن ثم النظام السعودي يتجنب أي مواجهة حقيقياً مع إيران ومع أي دولة فضلاً عن أنه لا يمتلك أصلاً جيش احترافي صاحب تجربة وعقيدة كتالية صلبة ولا يحظى برضى شعبي كافي في الداخل يعني نقاط ضعف هائلة سقوط السعودية هذا احتمال قد لا يبدو هذا الاحتمال منطقياً بالطبع في نظر البعض لأنه سقوط النظام السعودي سيفتح أبواب الجحيم في المنطقة بحيث تتضرر المصالح الدولية عموماً وتتضرر إسرائيل نفسها من العوامل الناتجة عن السقوط يبدو أن النظام السعودي بيراهن على هذا على مصالح الدول بكلهم أنا لو سقط أنت ستضرر ما بيراهنش على قوتها الذاتية ولا على أصدقاء ولذلك تخلص من أصدقاء وهدم كل الأسوار التي كانت تحمي لو سقط النظام السعودي لا أحد يدري ما الذي سينتج عن هذا السقوط من مشكلات كتفجر الوضع الدولي كله بسبب حساسية المنطقة العربية في الوسط الدولي داخل السعودية كم هائل من السلاح أكبر دولة في العالم خزنت سلاح فمن بيروح هذا إلا أن عموم الشيعة يمنون أنفسهم بهذا السقوط تحت تأثير النشوة التي خلقتها لهم انتصارات إيران في المنطقة في الفترة الماضية وتحت تأثير مخدر آخر اسمه ظهور المهد المنتظر عندهم حشيشة اسمها المهد المنتظر هذه الحشيشة رائجة وتعمل بقوة في أوساط العوام وأشباه العوام من الشيعة في اليمن في إيران والعراق وفي غيرها ومع أن هذه الحشيشة موجودة لدى السنة إلى حد ما إلا أنها لدى الشيعة تكون بدور أكبر دور وظيفي يخدم أجندة إيران السياسية وهم المهدي أو حشيشة المهدي المنتظر ولهذا نقول أن الأوهام الدينية أخطر من القنابل نفسها الحوثيون أيضا يعتقدون أنهم في مأمن من العقوبة بعد الذي فعلوا في اليمن واليمنيين لن يصابوا بشيء يعتقدون ذلك إما لأن الأزمة ستنتهي بانتصار مشروعهم كما يعتقدون وإما لأنها ستنتهي بتسوية تضمن سلامة رؤوسهم ومصالحهم هم يعتقدون هكذا ولذلك هم مطمئنون آمنون مطمئنون إلى أن الدول الكبرى لن تسمح باشتثاثهم إذا تعرضوا للهزيمة ولن تسمح بارتكاب مجازر في حقهم إذا تمكن خصومهم أو خصومهم على الأكل هم مطمئنون لذلك ومطمئنون أيضا إلى أن الشرعية والقوى الجمهورية لن يتمكنوا في المدى القريب من خوض الحرب بمفردهم مع الحوثي لو تخلت عنهم السعودية لأن تحالف الغدر لن يسمح لهم بذلك سيكصفهم في الجبهات لو قررت الشرعية تحارب وحدها التحالف سيحاربها ويستعين على الشرعية إذا أرادت يعني ينبغي على الشرعية إذا أرادت فك الارتباط بالتحالف أن تخوض حربها ضد التحالف نفسه إلى جانب حربها مع الحوثي وهذا ما لا قبل لهبي تعالوا نستمع إلى جزء من كلام وزير الدفاع الكويت السابق وهو يتحدث عن ضعف السعودية أمام إيران والمصير المجهول لو كان أمريكا عاوزة تدافع عن السعودية دافعت عن السعودية لما كانت تضرب المطارات وتضرب القواعد وتضرب المنشآت النفطية في دوادمي وعفيف ما عندهم الناس ما عندهم قدرة ولا يريدون الأمريكان أن يخوضوا حرب يريدون فقط أن يتاجرون في الغضية هذه لكن الرئيس ترامب بالأمس أعلن صراحة نعم الرئيس ترامب أعلن صراحة أنه يريد أن يساعد المملكة العربية السعودية في هذه الأزمة وقال في نفس الوقت وعلى السعودية أن تدفع يعني في النهاية القصة قصة تاجر جنطة يريد أن يبيع ويشتري يعني على الرصيف هذا إنسان ما عنده أي مصداقية في كل وعودة لتوحدها ولا عنده أي شجاعة أن ينفذ استراتيجيته لأنه يعرف أن إيران تملك أدوات تأثير كبيرة جدا على قواته في المنطقة فبالتالي يجب نصيحتي لكل المنطقة لكل دول الخليجي كويت وسعودية وقطر إبلعوها وتجاوز الأزمة من تقدها؟ بكل قمانة نعم إبلعوها خلاص إذن الحوثي يعتقد أن جميع الأبواب التي قد تأتي منها الريح مستودة ومؤمنة لكن الأيام أثبتت لنا وأمام أعيننا أن هذا النوع من التفكير لا يمكن الوثوق به نحن شاهدنا بأنفسنا كيف خطط علي عبدالله الصالح وقدر فقتل كيف قدر وأحكم التخطيط والتقدير في سبيل نجاح مشروعة ثلاثين سنة وهو بيحبكها حباكة بيرتبها ترتيب ويسدد كل المنافذ اللي ممكن يجي منها الريح لكن مكر الله جاءه من حيث لا يحتسب علي عبدالله صالح كان يعتقد جازما أنه قد احتط لكل شيء ولم يعد هناك ما يهدد مشروع التوريف همش الجيش الوطني القديم وأضعفه وصنع جيش جديد خاص بمشروع التوريث يعطي ولائل أحمد علي واعتنى بهذا الجيش الجديد على مستوى عالي حتى أنهم كانوا بيعتبروا أنفسهم يعني أبناء علي عبدالله الصالح مش أبناء اليمن أغلق ملف الحدود مع عمان والسعودية لصالح الدولتين بما يضمن دعمه ما له في ملف التوريث ضمن دعم نظام أبو ظبي لمشروع التوريث عبر صفقة مينا عدن فكك الكبيرة اليمنية بالحروب الأهلية بحيث يضمن عدم اتحادها ضده شوه سمعة خصومها السياسيين من كبائل ومشائخ كبائل أو عسكريين أو مشائخ دين أطلق عليهم سيل من الشبهات والشائعات عن طريق أجهزة الأمن السياسي والأمن القومي بعضها صحيح وبعضها مكذوب لم يترك علي عبدالله الصالح ثغرة تنفذ منها الريح إلا هو سددها أو سدها لكن مكر الله جاءه من حيث لا يتوقع لم يكن يتوقع أبدا أن تقوم ثورة شعبية وشباب يخرجوا للشارع يواجهوا البازوكة ويواجهوا الرصاص ويقتلوا في الشوارع ما كان يتوقع هذا أبدا لأن الشعوب العربية عرفت بأنها شعوب جبانة لا تواجهوا التبابات كبل ذلك يعني كبل 2011 كان السائد والانطباع السائد في العالم كله أن الشعوب العربية لا يمكن تخرج في مواجهة الجيوش والقوات الأمن لم يحدث في تاريخها أن قامت ثورة شعبية لإسقاط نظام سياسي وتواجه أجهزة الأمن قبل ثورات الربيع العربية علي عبدالله الصالح نفسه لديه تجارب سابقة مع احتجاجات اليمنيين التي كانت تكمع بسهولة كان يخرجوا بعض الشباب ولا بعض الناس للشارع وتخرج لهم مصفحة أو لثنتين ويرجعوا البيوت ثنتين الأمر فهو كان خلص يعني عنده اعتقاد أنه لا يمكن تخرج ثورة الشعبية من الشارع لأن اليمن الوطن الشعب جبان سيخاف من القتل من الفتك لكن مكر الله جاء من هنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وكذلك الأمر سيكون مع الحوثي لأن السياسة هي لعبة الأقدار ولا أحد يستطيع التحكم في منظومة الأقدار خاصة وأنها منظومة ديناميكية متغيرة وتولد في الثانية الواحدة ما لا يحصى من العوامل كم يسيطر على كم عامل الحوثي ولا غيره لا يستطيع أن يسيطر على كل العوامل وأتوقع أن ينهار مشروع الحوثي من حيث لا يحتسب من كعب أخيل أو أخيل كما تقول الأسطورة اليونانية يعني هناك حقيقة واحدة لا يستطيع الحوثي تجاهلها هي أن زمن فرض الأفكار والمذاهب بالقوة قد وله زمن اغتصاب الدولة وتركيع الشعوب قد وله قد يستمر الأمر سنة سنتين سنوات من الآن لكنه لن يستمر طويلا العالم متغير والفرص التي واتته في لحظة غفلا من الزمن ستواتي خصمة وحينها سيكون الانتقام أليما لأن جرائمه كانت استثنائية ولو كان فيهم عقل ما صدقوا أنفسهم وكذبوا التاريخ التاريخ كان بيعطيهم درس مفيد لكنهم صدقوا أحكادهم ومطامعهم إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر